أهلا وسهلا بكم في بدو تريد بنوك المركزية العالمية عم تتحد ولكن عالمين هروب الأموال من الصين ممكن يكون إيجابة للبيتكوين وكثيرا أخبار مهمة لعدة أمليات عملية مثل ما عودتكم عنه يوميا بنقول لكم آخر أخبار الكريبتو أرجوك وإنسان الاشتراك في القناة دعونا نبدأ رأيت هبوط للبيتكوين على عقب مؤتمر جيروم باول كان لديه لهجة متشددة يتحدث عن كثير من أمور فيها أنه أولا الفوائد ستظل عالي لمدة أطول لا يوجد حكا على توقيف الرفع الفايدة وفي احتمال ندخل بركود اقتصادي كل هذه الأمور خافت السوق لا أخافته دائما أكيد نشوف تليعه بأول ما يطلع الـ FOMC وكلمة جيروم باول ولكن اليوم الذي بعده شفنا هبوط بالأسواق التقليدية وامتداده على أسواق البيتكوين والكريبتو قبل أن نذهب على كل الأمور العلاقة بالكريبتو أنا أخبرتكم عن هذا الموضوع من تقريبا من أسبوعين رأينا تقاطع الموت على البيتكوين قلت لكم هذا سلبي ولكن بالنسبة إلى التقاطع الذهب على الدولار إذا حصل لحيكون سلبي أكثر وهذا ما رأيناه مبارح رأينا تقاطع ذهب على الدولار وعندنا تقاطع الموت حاليا للبيتكوين اثنيناتهم كانوا سلبيا على الأسواق تقاطع ذهب يفرج أنه قوة الدولار الأمريكي ما يعني قوة الدولار الأمريكي وقتها هو الدولار الأمريكي مقابل غير عملات. يعني العالم تهرب من الأصول الخطيرة على الدولار لأنه أقمل شيء بالعملات هو الدولار بعده وعملة. تهرب على الأمان. وين الأمان هو الدولار الأمريكي حالياً. بالرغم من أنه أكيد عاطل الدولار وعنده مشاكل وعم يطبعه منه كثير. ولكن بعضه أفضل من كل العملات البديلة، العملات البديلة السابتة. كلمة هي على قوة الدولار يكون سلبة على الأسواق التقليدية. لأصوله الخطيرة بشكل عام من بيتكوين للأسهم لكلهم. هكذا تاريخياً منصورة. أنا أخبرتكم عنه من تقريباً أسبوعين لكم تحضروا. أعملوا خطة. ما تفعله إذا كفى صعود الدولار. إذاً صعب. أنا أخبرتكم قبل ما يكون في تقاطع الدهبة ولا تقاطع الموت. أخبرتكم عن هذه المضوية التي يتابع القناة يرى. لذلك لحقوني على تويتر و تليجرام وعملوا الجرس على اليوتيوب وشاركو معي. لتأخذوا آخر المعلومات أول بأول. غير ذلك البنوك العالم المركزية العالمية تتحد. تتحد على ماذا؟ بعدما قلت جيروم باول أنه ستركوا الفوائد عالي لفترة أطول. يتحدوا كل البنوك تقريباً من أوروبا لبريطانيا وغيرهم. أنه ستركوا الفوائد أيضاً أعلى لفترة أطول. ما يعني هذا الشيء؟ هذا الشيء يعني في شحب السيولة. سيستنزبوا السوق من الأموال على فترة طويلة لأن الفايدة أعلى. هذا سيقلل للعالم أن تجرب تأخذ مخاطر. تجرب تأخذ بإستثمارات خطرة أو تستثمر مثلاً بعملات بديلة أو كل هذه الأمور. هذا سيكون سلبي على الأسواق على فترة طويلة. لأمتى هذه الفترة لا أحد يعرف. الأمور المعقولة تغير بأرار الفيدرالي في أمريكا. هذه الانتخابات التي تأخذها معقولة تغيرها ولكن لا يوجد شيء مؤكد. كل هذه الأمور يمكن أن تكون في استنزاف للأسواق. وهذا ما رأينا. الـ S&P 500 والنازدك رأينا هبوط أول من أكثر من الهبوطات للـ S&P 500. رأينا من شهر ماي من 130 أيام تقريباً. هذا أكبر هبوط للـ S&P 500. هذا هو 1.6 بالمئة. نفس الشيء للنازدك. للنازدك رأينا أعلى نسبة ضغط بيع عليه من شهر ماي تقريباً. كل هذه الأمور كانت سلبية على الأسواق التقليدية وكما أكيد البتكوم يلحق الأسواق التقليدية وعندما يكون هناك مخاوف في هذه الأدى وهذا ما يحدث. الآن أحد الأسباب كلها أنهم محاربة التضخم. التضخم يرجع إعلم. أحد أسباب صعود التضخم هو كلفة البترول والأويل التي تتعلم بسبب الأوباك. أحد من الإنتاج النفطي وهذا ما يصعد سعر البترول وهذا أمر سلبي. تاريخياً كان بايدن يستعمل إحتياط النفط في أمريكا. لديه إحتياط نفط كبير ولكن قد ما استنزفه لا يكون لديه إحتياط نفط. يعني سوف يصل تقريباً لآخر مراحل. لا يكون يدعم النفط السوق فيه ويوطي له سعر النفط. يصبح مضطر يشتري لذلك يعني سعر النفط أكتر وأكتر. ضروري أن رأي بهذا الأمر لأنه سيعلي التضخم على المدى المنظور. الآن من ناحية الثانية نرى البنك في بريطانيا. بونك كبير في بريطانيا يحويل تقريباً 819 مليون دولار. تقريباً بقيمة مليار دولار يحويل استثمارات وأموال. الآن يطلق نيو ستيكينج سوربس خدمات ستيكينج للكريبتو تحت ذراعه. هذا أمر إيجابي لأن البنوكة تتبنى الكريبتو أكتر وأكتر. الصين عم تواجه مشاكل كثيرة إلنا فترة عم نحكي. أول شي عملتها عم تهبط بشكل كبير مقابل الدولار. عندنا أزمة عقارات كثير كبيرة. اقتصاداً ما عم ينمى بالسرعة اللي لازم ينمى فيها. يعني ما في نموء قوي بقى للصين لبل عم يتراجع. كل هالأمور عم تعمل مشاكل داخلية بالصون بالصين. وقيمة العمل المحلية مقابل الدولار إلى تقريباً سنة من الهبوط تقريباً. كل هذه الأمور تجعل العالم والمستثمرين ورؤوس الأموال بالصين تجرب تهرب. الآن أكبر هروب من سنين من الأموال بالصين يحصل حالياً. جربت الدولة تمنع هذا الأمر خلال دعم الاقتصاد وطباعة المال. هذه هي أول طريقة. جربت تحد من العالم أن يسحبوا أموال ويهربون على غير بلدان. حضرت معدل معي مثلاً معكم أن تقضي عشر أو عشرين مليون. لا أعرف كم مليون ممنوع تطهرون من البلد. هذا الأمر أخاف المستثمرين أكثر وأكثر. وبدأوا يهربون أكثر وأكثر. هذا الأمر معقول بحسب مكان كوينتغراف معقول يجعل البيتكوين يكون لديها ناراتف ويهربوا أموالاً خلال البيتكوين. لماذا نقول هذا؟ أولاً، البيتكوين حالياً إذا كنت تشريه بالصين تدفع بريميوم. يعني تدفع زيادة عن 20 ألف عالمياً. بالصين تشريه بـ 30 ألف لأنه على طلب ويجعلون إذا العالم تهرب أموالاً لديهم حالاً بالبيتكوين أأمن شيء وأسرع شيء. والدولة يمكنني أن تستطيع أن تطلقك بالسهولة التي تدفعها. حتى أرثر هايز يقول هذا يمكن أن يكون إيجابي للبيتكوين من ناحية الأموال ودخول سيولة جديدة على الأسواق. لا أحد يعرف 100% ولكن هذا الحديث الذي يحدث. سيزي باينانس يقول أنه طلب من القاضي أو المحكمة تلغي دعوة الساك ضده. يقول أن الساك يكون طلباته غير أنونية. يطلب أمور منه منطق بطلباته. كل هذه الأمور يطالب أن يلغي المحاكمة. لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون مضبوط. أمريكا أكثر من مبسوطين من الساك أنه يحاكم سيزي. فقط هذا. نرى الكثير من العالم تهرب من أسواق الأموال التقليدية على الويب 3. لماذا يهربون فيها؟ مثلا هنا. ويقولون أن يهربوا على الويب 3 لأن يقبضوا أموالهم هناك. لأنه يكون هناك مراقبة. إذا تحكي كلمة خارج الطريق. إذا تحكي حيالله شيء خارج الطريق. يلغون لك كل الاشتراكات تبعك ويسكرون لك مصدر أموالك. مثل رسل برانت مؤخراً لا يقولون أنه لا يوجد حق أو لا. مثل غيره جو روغن قبله. وكثير عالم غير حتى دونالد ترامب يعني. أكيد لا يهموا أموال يوتيوب أو هذا. ولكن كل الاشتراكات والتويتر والفيسبوك والإنستغرام. كل الاشتراكات يستطيعون فيهم مركزية كثير كبيرة. والدولة لديها ضغط عليهم. حتى يجعل العالم يوقفون لهم مصدر أموالهم. الآن الكثير عالم يهربون على عالم الكريبتو لأنه لا يستطيعون يعملون لهم. وهذا أمر إيجابي للكريبتو. ونفس الشيء يتخيلوا إذا هلأ يجربوا ضغط على الشركات لمنعوا السيولة. يتخيلوا أن تطلع عملة سابتة للبونك المركزي. لا يقعدوا أن يطلبوا من الشركات. فيهم هم يوقفوا. إذا قلت كلمة ضد الدولة لا يجبهم. فيهم يوقفوا لك مصدر أموالك كله خلال العملة سابتة للبونك المركزي. لذلك هذه هي خطورة الـ CBDC وضرورة انتبهوا منها. فرينتاك كثير شركات تقلد فرينتاك. واحدة منهم اسمها ألفا. طلعت على شبكة البيتكوين. وفي عدة شبكات غير أيضا. يطلعوا على الآخرين للإثيريوم. وكثير مثل السوشيل نتوركين. وعلى ما تعمل أموال كثير كبيرة منها. سنتبهوا لهذا المجال بدأت المضاربة على فرينتاك. يونيسواب تطلع منصة تعليمية مع دوداو. هذا شيء إيجابي. كل شيء يعلم المجتمع بيكون إيجابي. نير فونديشن. رئيس مجلس الإدارة طبعا بقدم استيقالته. لا نعرف من سيستلم محله صراحة. عفوا لا. كريس دونوفن سيستلم محله. أو سيستلم محله. لا أعرف الاسم. لا أعرف لماذا قدم استيقالته. ما تحدث هذا الأمر على نير بروتوكول. ولكن هذا الأمر يجب أن نرقبه. فقط. نرى عدد العمليات المغلقة فيه خلال DeFi TVL. وصل إلى 111% قطعة السولانة. نحن نتحدث فقط بشهرين أو ثلاثة الباس. استخدامه يقوى بشكل كبير. بوليغون. الآن. كان يقول أن يصبح يصبح layer 2 للإثيريوم. كان يستخدم على أساس أبتميزم. الآن بوليغون دخل كأنه ساعة. يريد أن يكون layer 2 له. هو على بوليغون. لذا هذا إجابي لبوليغون. بوليغون يعمل كثيرا. آخر شيء يعمل شراكة مع بوكيمون. يعمل الـ NFT كلها تبع البوكيمون على شبكة بوليغون. كثيراً يعمل كثيراً يتم من قبل بوليغون. آخر شيء بدنا ننهي بـ VeChain. VeChain تطلق محفظة لهم هنا. لأنه يعمل كل واحد يعملته ومحفظته. هذا أمر إيجابي. يتطوروا حالهم هنا في الـ bear market. آخر شيء. لديكم ملخص أخبار كريبتو كامل. أضع نقطة الحمر التي هي سلبية. نقطة الخضر التي هي إيجابية. طويل قليلاً. لكن أخبرتكم كل شيء يسكي. كثيراً عالم يقولون لي. أخبركم هذا الأمر دائماً. اضعوا لي بـ comments below. وأنا أشوفكم في القريب من فيديو جديد. ومعنا أشوفكم في القريب من فيديو جديد. شكراً لكم.